بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرفي الأنبياء والمرسلين أحبتي في الله معكم أخكم وعتجاني إن شاء الله تكونوا بخير نلتقي في درس جديد دائما نجن في دخوتنا إن شاء الله ونتمنى منكم إخواني تخليوا تعليقات في الفيديو وتنشروا الفيديو هذا على نطاق واسع حتى يستفيد الكل بإذن الله تعالى أحبتي درسنا اليوم ره مهم جدا 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 لماذا؟ لأنه مشكلة تقع لكثير من المربين وما هي المشكلة هذه؟ المشكلة هذه أنه في نهاية يعني كما قلونا موسم التزاوج يعني بالقرب من النهاية تشوف أنه الإناف تاك والذكور يعني يتعبوا وما يصيرك يتعبوا يقولون يوطيحوا الريش يعني الجي المشكلة هذه تعلق الصلع تعلق الصلع الحسون يعني الريش ينقص أول حاجة يبدأ ينقص من العينين من المنقار ثم يبدأ يصلاع الطائر يبدأ يصلاع وقدر ممكن يتقرع كامل يتقرع كامل حتل الرأس تاعه وكامل الرش على الرأس تاعه سيطير والكثير مننا يظن أنه السبب الرئيسي هو الفاش إذا إخواني العزاز سنصح لكم هذه الفكرة علميا إخواني هذه المشكلة خاصة في نهاية موسم التزاوج خاطر الفاش ليس الفاش ممكن الفاش يكون سبب من الأسباب ولكن ليس سببا مباشرا إخواني العزاز العزاز عفوا يعني ما الذي سيطير العلم يضر عليه لماذا علميا الرش تساقط العلماء تحتوي على الطيور يعني كان ريفيسيونتيفي كان دكتوراه كان مموار كان فيترينار يقولون أنه هذا عائد نقص الأملاح المعدنية نقص الأملاح المعدنية فقط كالسيوم أو لا لا كالسيوم الفوسفور المغنيزيون أو بوتاسيوم يعني إلى آخره هذا يكون نقص الأنثى خاصة الإناث خاصة الإناث التي تكون طعم يعني تكون خدمة حمل عش خاصة هذه الإناث يكون أكثر عرضة لهذا المشكل لهذا إخواني نعطيكم بعض النصائح بإذن الله التي تطبقوها وبإذن الله ستنسوا هذه المشكلة هذه المشكلة لا يقص لكم إن شاء الله مرة أخرى أول حاجة يلزم نوفر مصدر للأملاح المعدنية سواء طبيعي سواء بالمكملة غذائية يعني كل واحد حر كل واحد حر سأعطيكم الطبيعي الطبيعي تقدروا تجيبوا رمل البحر تقدروا تراب الأحمر عظام السيبيا زيدي يعني بعض أيضا الخوضار خاصة البروكولي البروكولي أكثر البروكولي البروكولي هو المصدر الأكبر للأملاح المعدنية في الخوضار في الخوضار سيخوتي ولكن إذا كان تقدروا تستعملوا بعض المكملات الغذائية الطبيعية مثل نعطيكم مثال كالسيماكس كالسيماكس تقدروا تستعملوا إن شاء الله كيف تستعملوا إخواني الأعزاز سأعطيكم طريقة للتقديم إن شاء الله لكي نكونوا واضحين تجيبوا الباطي إخواني أخواني أخواني الأعزاز أنا هنا نستعمل الباطي أحمر هذا بالنسبة لطيور من نوع كناري لبوكروم أحمر هذا سأستعملوا للموزايك لكي تكونوا متفاهمين إخواني الأعزاز ولكن إذا لم تكن الموزايك تقدروا تستعملوا باطي أبيض خالي من الملونات هذه معلش أنا سأعطيكم إن شاء الله مثال كيف تستعملوا إن شاء الله للكالسيماكس إخواني الأعزاز للكالسيماكس تقدروا تستعملوه في الماء أو تستعملوه مع الباطي إذا استعملنا مع الماء إخواني الأعزاز إذا استعملنا مع الماء يعني نستعملو قرابة 10 منقاط في 40 مليلي لتر يعني قل من نصف من شرابية قل من نصف مشرابية نقدموه مرتين في الأسبوع أما إذا قدمناه مع الباطي مع الباطي الشركة المصنعة تقديم 30 مليلي لتر من هذا المكمل في 1 كيلو جرام من الباطي من الباطي أي ما يعاد إخواني 6 قطارات في 10 جرام ات 6 قطارات من هذا المكمل في 10 جرام من الباطي ولكن في حالة الطير أو كوبلة لا تحتاج 10 جرام هذه التي ترونها فقط 5 جرام تقدروا توزنها بالميزان هذه 10 جرام لا تقديم ثلاث قطارات ثلاث قطارات ترون أخوتي ثلاث قطارات واحد ثلاث 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 هكذا استعملنا ثلاث قطارات والحاجة زيادة أخوتي وهي التي لديها سبيرولينا ما شاء الله السبيرولينا لا ننصح أنكم تعطيها للموزايك أو كيف روش شمال أو روش أنطنس يعني هذا الكناري من نوع إبوكروم أحمر في مرحلة التلوين لنصحكم لا تعطيها السبيرولينا لأنه يحتوي على ملونات خضراء قادر يؤثر على نوعية الريش ولكن للطيور العادية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يحتوي على 70% من البروتينات وما تبقي كله ألياف ألياف تساعد البكتيريا النافعة وتساعد على عملية الهضم هنا سبيرولينا نستعملها فقط نصف يعني لا نستعملها قليلا نستعملها قليلا آه هكذا الآن سنقوم بخلط الخلط ملاح لأخوتي سوف تشوف كيف يصبح سوف تسمع قليلا سوف تشعرها وكيف نوع من الباطي ليس مهم أي نوع من الباطي الباطي التي تستعملون لا تستعملون فلايراجيو لا تستعملون انواع أخرى تعمني طوبة الله أعلم من مهم هذه هي الطريقة التي تستعملونها مع كل انواع الباطي سوف تشعروا خلطنا أصبح جاهز لإطعام هذا النوع من الباطئ هذه العملية نقدمها للطيور من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع وهكذا بإذن الله ما رحش تشوفوا ما رحش تواجهوا مشكلة الصلع عند الطيور هذا كمنا مع أخوتي كاين أيضا شيء آخر إذا أردتم الطيور في نهاية موسم التزاوج تشوفوا أن الطيور تفابلات تفابلات ما نفعله هنا نقدم متعدد فيتامينات لأن الطيور يتعب في نهاية الموسم يتعب ما رحش تشوفوا مضادات الأكسادة مضادات الأكسادة 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 ما يتعبون المناعة تضطيرنا ما يتعبون المناعة كان هذا قدروا تستعمل فيتامينا ما شاء الله هذا فيتامينات ننصحكم به كثير الله يبارك فيه الفيتامين A فيه الفيتامين يعني عدة فيتامين فيتامين B فيتامين C كل شيء لا فيتامين لا فيتامين D لا فيتامين لا فيتامين لا فيتامين C ما شاء الله تستعملوا أيضا مرة مرتين في الأسبوع لأن الطيور المناعة ترفع بإذن الله ما نستعمل في نصف مشرابية نستعمل فقط ثلاث قطارات في 50 مليلتر نستعمل ثلاث قطارات منه وكل واحد على حسب برنامجتها وكان يقدموه مرة في الأسبوع كان يقدموه مرتين في الأسبوع كمساعدة للطائر هذه هي إخواني العزاز جربوا هذه الطرق بإذن الله لنستعملها شخصيا الحمد لله يعني الإنتاج ما شاء الله الطيور ما شاء الله لم أواجه مشاكل الصلع تماما نتمنى إن شاء الله هذه الطريقة تفيدكم إخواني العزاز ورب إن شاء الله يوفق الجميع وجزاكم الله خير السلام عليكم